يحير انقلاب النيجر القارة الإفريقية ويضعها أمام خيارات يصعب المفاضلة بينها صحيفة وولستري الجورنال الأمريكية نقلت عن قيادي عسكري كبير في إحدى دول مجموعة إكواس وهي تحالف لعدد من دول غرب إفريقيا نقلت توقعه أن أي تدخل عسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر يحتاج إلى تحضير يستغرق ستة أشهر معتبرا القوة العسكرية الاحتياطية التابعة للتحالف قشرة فارغة تحتاج إلى التعبئة بالجنود والعتاد ليس ما سبق هو التحدي الوحيد لمجموعة إكواس إذ نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن التهديدات المضادة من مالي وبوركينافاسو وغينيا والقوات التي استولت على السلطة في النيجر قد تردع إكواس عن اتخاذ إجراءات عسكرية صحيح أن اجتماع إكواس الذي عقد في العاصمة النيجرية أبوجا قد انتهى إلى الإعلان عن اللجوء إلى الخيارات الدبلوماسية لحل الأزمة مع الإبقاء على كل الخيارات وتفعيل القوة الاحتياطية لإكواس على الفور إلا أن الخيار العسكري لن يكون سهلا على الإطلاق بحسب مراقبين مختصون بالقانون الدولي أكدوا أن مجموعة إكواس ستخضع لأحكام القانون الدولي فهي مطالبة بالحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي إذا قررت شن الهجوم على دولة ذات سيادة وفقاً للمادة الثالثة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فإن أي هجوم دون موافقة مجلس الأمن سيكون غير قانونية ناهيك عن احتمال خروج هذا الهجوم عن السيطرة وتطوره إلى مواجهة إقليمية واسعة خاصة إذا دخلت مالي وبوركينافاسو على خط المواجهة إلى جانب الإنقلابيين وفي علم المتاح والممكن فإن مراقبين يؤكدون أن لا خيار سوى التوافق مع المجلس العسكري في النيجر على فترة زمنية لإعادة البلاد إلى وضعها الدستوري بدلا من خوض مغامرة غير محسوبة العواقب قد تدخل المنطقة في دوامة لا نهاية لها